تحية طيبة للجميع مشاهدنا الفضل وهنا بكم إلى عدد جديد متجدد من برنامجكم عن الهواء مباشرة عبر قناة الحياة الجزائرية لإزاحة الغموذ عن عديد القضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي تهم البواطن الجزائرية سنتحدث اليوم مشاهدنا الأفاضل عن التنمية المحلية والمشاريع التي لا تزال حبيسة الأدراج منذ العهد البتفليقي إلى يومنا هذا سنتحدث أيضا عن مشكلة البيروقراطية الذي لا يزال يعشعش في أذهان الكثير من الإداريين في الإدارات الجزائرية على مستوى 48 ولاية العديد من الجزائريين مشاهدنا الكرام صراحة أصحاب أو أذناب العصابة التي تتواجد في الإدارات يحسسون دائما المواطن الجزائري أن النظام البتفليقي السابق لا يزال في الإدارات الجزائرية وذلك من أجل عرقلة مسار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون إذن مشاهدنا الأفاضل العديد من الأحزاب السياسية وأيضا المواطنين انتظروا كثيرا مسودة مشروع قانون الانتخابات العضوية طبعا لتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية وليلة أمس انفردت قناة الحياة الجزائرية طبعا بنشر قانون أو مشروع أو مسودة مشروع قانون الانتخابات العضوية إذن قبل النقاش يسعدني أنا أستضيف ضيفي اللي راح حضر معي طبعا الأستاذ عبد القادر مرحبا بك سيدي ومسأوك سعيد يسأل المخوية ولك شارف نعم هذه أول مرة في قناة الحياة الجزائرية أول مرة في القناة نعم يلا بدون إطالة قبل الخوث في النقاش لبس أن نعرج على هذا التقرير من قسم الأخبار طبعا الذي أعادته الزميلة حسب أرقام نتابع ولنعود عبر 75 مادة يضع مشروع القانون العضوية الجديد الأسسة في بناء مؤسسات منتخبة جديدة أساسها المناصفة في الترشح والتشبيب مسودة لجنة العرابة تفرض على الأحزاب والقوائم الحرة بالمناصفة بين الرجال والنساء في إعداد قوائم الترشح للمجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبية الوطنية باستثناء البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف نسمة ذات المسودة ترصد حصة تقدر بالثلث ضمن قوائم للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة على الأقل ويبقي مشروع القانون على شرط حصول الأحزاب على نحو 4% من الأصوات الدائرة الانتخابية لإيداع القوائم أو توفر الحزب على عشرة منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية الولائية لتقديم مرشحيها في المجالس الشعبية البلدية والولائية في المقابل سيكون الراغبين في الترشح لأول مرة أحزاباً وأحراراً ملزمون بدعم ملف ترشحهم بخمسين توقيعاً من ناخبية الدائرة الانتخابية في المحليات والحصول على مائتين وخمسين توقيعاً في حال الترشح للتشريعيات وعن آلية الانتخاب تبنى معد مشروع القانون نظاماً ما يعرف بالقائمة المفتوحة مع التصويت التفضيلي دون مزج على أن يتم التصويت لصالح مترشح أو أكثر في قائمة واحدة في حدود عدد المقاعد لكل دائرة شريطة أن يحصل على خمسة في المئة كحد أدنى من الأصوات المعبر عنها لاحتساب المقاعد إذن عودة إليكم مشاهدين الأفاضل هذا التقرير طبعاً كان من قسم الأخبار لأزميلة حسب أرقام إذن كما كنت تتابع معي سيدي الفاضل مشودة مشروع العضوية القانون لقانون الانتخابات يظهر ويسلم للأحزاب السياسية طبعاً اتضحت الرؤية كان جمود كبير من طرف الأحزاب السياسية طبعاً للخوض وللحديث عن هذا القانون اليوم هو أمام المناقشة وظهر طبعاً وأهم النقاط التي وردت كما كانت طبعاً في التقرير هو تمويل الأحزاب السياسية من اشتراكات أعضائها والهيبات ومساعدة دولة المادة 86 تحديد المبلغ الأقصى للهيبات لكل شخص طبعاً للمترشح للأيساتي التشريعيات من تحيين المبلغ كل ثلاث سنوات تتكفل الدولة في حدود 50% من نفقات ترشح الشباب فيه بعض الإيجابيات وفيه بعض السلبيات تعليق تفضل يا بداي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على أشرف المرسلين سيعوما أن أشكركم على هذه الإستضافة القيمة والمتواضعة فيما يخص قانون العضوي للانتخابات هذا القانون كان منتظر في عهد سابق النزقاء الشعب الجزائري كما قال لك في أصله كان يقارع في التغييرات قانون يكون قانون يخدم كامل طبقة سواء سياسية سواء الشعب سواء كامل شرائع وهذا الشيء يساهم في الاستقرار بالدولة بالدرجة الأولى وثانيا مما دخل في بارمية عهدات رئيس الجمهورية التي نتمنى لها كل الشفاء إن شاء الله ويقول سالم غانم هذا الأمور رئيس سعهد بشي يكون كين تغييرات على مستوى هذا القوانين وهذا القوانين نعتبرها كنشاطاء سياسيين قوانين تمثل الديركتهم والمواطن لكن لماذا؟ المواطن يرى مصلحة تاعة نحن نرى التغيير في الانتخاب دائما لكن التغيير سيكون المواطن المنتخب هو اللي سيكون صوتاعة على مساوى المحلي ولا على مساوى الوطني على مساوى التمثيليات بمختلف أشكالها ولسيما القانون العضوي هذا نحن نقارع فيه بفارغ الصبر باش يكون كين منغولوا باش يعمل كامل المستويات فيما يخص يخرج بسفاة نهائية رأي الجمهورية رأيها من التعليمات باش يخفوا بيه يكون فيه تعديلات طبعا يكون ايضا اقتراحات من طرف اقتراحات من طرف احزاب سياسية احزاب سياسية تاني عندهم نضراء عندهم خبرات في المجال السياسي ويعرفوا شي تاني شي يقتارحوا الاقتراح ليكون في ايطار محدود دائما في ايطار محدود وهذه التغييرات اللي غادي تكون باش تجيب تخرج كما قال لك نزيده كما قال لها نتقدمه نحو الأحسن فيما يخص المجالس بمختلف أشكال السيدة الجزائر تحظى بترسانة قانونية كبيرة جدا على المستوى الافريقي فقط حسب ملاحظون ولكن المشكل اليوم هل هو في القانون ام في تطبيق القانون طبعا السيد القوي يسي عمر الكل يعلم العام الخاص ان القانون القوانين دائما كيقوانين دائما كيقوانين والمشكل المشكل الأساسي في كيفية تجسيد هذه القوانين من طرف اللي جسدو هاد القوانين سوال هيئات المختصة سوال هيئات الانتخابية سوال هيئات الإدارية نعم بس كل قانون انتخاب يقعد مجرد قانون ولكن كيفية تجسيد تاعة على مستوى الواقع وخاصة على مستوى المحلي هو اللي غادي جيب تيمار تاعة الى ما كاش مجلسة بطريقة فعلية ما رديش كون كينا تيمار فيما يخص التمثيل الانتخابي نعم اذا حبيث تقول انت قوة هذا القانون العضوي لتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية طبعا من خلال تجسيده على ارض الميدان سيثبت فاعلية ان كان هذا القانون طبعا يصلح او لا هي يقول لك دائما تغيير دائما فيه خير دائما تغيير فيه خير هذه حاجة كانت وحاجة غادي تغيير بسكن الدستور تغيير كان تغيير في الدستور ودستور جديد وطوماتيك متاني كان قانون الانتخاب جديد وكان اهداف سياسية تتكلم عليها رئيس جمهورية بشكون كاينا مور قوانين القانون العضوية نعم الحقيقة فيه قوانين كثيرة ومواد طبعا ذكرت في هذا المسودة والتي تحاول طبعا لجنة العربة من خلال هذه القوانين تشفيف المال الفاسد ومنبع المال الفاسد وفصل المال الفاسد على السياسة الى حد ما كيف تعلقون هل وفقت لجنة العربة طبعا في هذه المسودة هي لجنة العربة رهي مشكورة ايضا هي لجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تحت اشراف سي شرفي ايضا رهم دائما سلطة الوطنية رهم يديروا مجهودات دائما ركينية حسنة أو صادقة باش يكون كين تغيير بس كل الخلفية الانسان يعرفهم غير هو في حد ذاتها مسؤولين كين مسؤولين اللي دائما يحاوسوا باش يتكون كينة حاجة مليحة وكين دفوع اللي ما ينجم شي يوصل للممتقات تاعها اللي يدورون كل واحد وكيفه احنا فيما يخص سي عمر فيما يخص القانون العضوي هذا فيه سوال المال الفاسد كما قلت لي سي عمر المال الفاسد ما نكذبش عليك المال الفاسد زيما كان ناشط سياسي وكا لدينا بعض الخبرة المتواضعة فيما يخص هذا الشي المال الجاوز المال الفاسد هذا تخل في التوابط كيف يفوت هذا الشي صعي الامور تقول لي ماشي بس وكان بكري شوية ميدروق رح زاد تخل في امور لي واحد ما ينجم وكان يكون في منصب وكيف يخلص يروح في منصب وكذا ومنا وغير باشي فهمتني واللي خلص ما تقع عليك منها الخير حبي تقول باللي المال هذا المال الفاسد الذي دخل عالم السياسة يعني خالطة بعض الأوراق ماشي بعض معظم الأوراق خالطها بس كل إنسان اللي خلص ما تقع عليك منها باشي فهمتني بالنسبة لقانون العربة ربما هذه نقطة أيضا للقضاء على الشكارة وسياسة شراء الرؤوس القوائم لماذا؟ لأنه في النظام السابق كانت الأحزاب السياسية أو بعض الأحزاب السياسية بمثابة سجل تجاري أنت حبيت السيد القاوي حبيت رشح لن يمتزج ملاير ثلاث ملاير باشي ترأس القائمة اليوم طبعا القائمة المفتوحة والنسبية هذا يعني المال الفاسد هنا في هذا النقطة دائما نقول الشعب الجزائري دائما الشعب هو لديه كلمة كما نقول كما قال لها كما الناس يفتع لهم بالمال يكون نزاه ولي يبارك يسير وغاية وتشوف الناس تشوف الناس يخدم هم بالإنضيباط يتقاض الراواتب يتاوحهم لا يسمع فيهم يعطيهم صلاحيات يدلهم مزايا تشوف كما نقول هذا يكون تحقير في هذا الإقليم الترشح بالإضافة أيضا المجرمين يكون مفتوح لكل الشرائح دائما أنا هذا لا أكتب لك ماذا بينا نعمل لك أن دائما منوعة في كل شيء متنوعة لا تكون ميل لفئة معينة قال يميل أصحاب المال ولا يميل للمواطن لازم يكون كائن ملوعة ويكون كائن لما يكون فاسد لا يقدم هذا هو بالنسبة للقائمة المفتوحة وأيضا النظام النسبي الكثير لما لا يفهم هذه النقطة طبعا السيدر القوي بالنسبة للقائمة المفتوحة يترشح بشكل عادي جدا يكون الورقة عادية و يعني لا يترأس القائمة ورأس القائمة هذا عادي جدا وأيضا يكون كل المترشح من بين هذا كلهم في القائمة الانتخابية سيكون المنتخب سيكون الشخص الذي يحب مثله هذه الحاجة المليحة من قبل كيف كانت مثلا تدوليست أنا راني تحتك وكين أخر المخرج تحتك بأم الأصوات كلهم سيطلع الأول يعني الأول وليد المقعد الأول فهمت الآن لا العكس يعني مثلا عندك فاميلتك عندك العرش للك الناس التي تحبك ومقتنع بك لكي تفوطي على السيد القاوي يذهب إلى السيد القاوي لا يمرك في ذلك الترتيب هذه حجم ليحة ربما لا تقضي على ها هي حجم ليحة بسكو كما كما أقول بسكو دائما الوقت اللي في السد الطموحات الجاية فهمتني دائما بسكو لماذا كيف يسوالح راحوا بسكو الوقت اللي فات تلمون الفاساد بالزاف وقع الدولة تدير قوانين ساسبو كما نقول فهمتني كيف حاجة الفاساد يبدل فهمتني ما يجو نحن في رئيس قائمة رئيس قائمة كيف يريد أن يليس بسكو الله لن يجين يغال مع سياسيين كامل يوجد رئيس القائمة دائما يشرف عليها مع رئيس الحزب على مساوى ذلك الإقليم ولكن الآن يخدم أو سوسي الآن كيف رئيس قائمة لديه دائما لن يدرك ما لديه سياسي في التيران يريد لك كيف تكون في التيران تعرف بل رئيس قائمة دائما يجعل مجهودات كبيرة على الأعضاء الذين يكونوا معه لأن يوجد الآليس يخدم الآخر يحسس يدل البرنامج لديه الضغط نوعا ما تلقى الأعضاء الذين يخدموا من الضغط الكبير دائما يكون على رئيس القائمة لأن يكون فاسد دائما نقول هذا هو الذي يخسر هذا الشيء ولكن نقطة أخرى في القائمة النسبية المفتوحة ستعطي الفرصة لأن يكون كامل سواسية حتى في النشاط من خلال الحملة الانتخابية سيكون بنفس النشاط لماذا لأن كل واحد يخدم لصالح الخاص سأعطيك مرئيس قائمة هو يتعب ويهيكل ويعيط ويذهب ونفعل العمل الجواري لكن الحملة لك عارف الحملة الانتخابية دائما يجب لأن الحملة لك فهمتني بشكل من يدرك الأعضاء من يعرف رواهم ستكون منافسة شريفة في القائمة ذاتها في حد ذاتها فهمتني سي عمر في القائمة ستكون منافسة منافسة بين الأعضاء لكي يخدم ويخدم بللي يتعب بسكو هي الحملة كل ما تتعب كل ما الناس يقتلعوا لكي لا تدير فيه وبعدها روحوا المراحلات على التجسيد برنامج كي يكذب في البرنامج ويجسد للي يديرهم كمالا تكلمنا عن حسنة تلفزيونية السابقة أنه فيه بعض المترشحين يوعدوا الشباباب يوعدوا المجتمع برمته أنه يجسدوا مشاريع كبيرة جدا على أرض الواقع ولكن المباشرة لما يعتلي هذا الكرسي ينساهم هذا هو الفروبلام وهذا هو النقطة الجوهرية ويجب أنه حتى المواطن الجزائري اليوم لما يتوجه إلى صناديق الإقتراع يجب أنه لما يُعطي الثقة يحطها في الرجل المناسب هذه نقطة حساسة بأيثنا الغرشية والبني عميست تفضل هذه النقطة نقطة حساسة لكن كل صراع الجمهورية يترشح 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 54 يترشح التزامات التزامات يترشح بالنقطة يجب أن تضع في البرنامج ويجب أن تخدم هذا ميساج ويجب أن ناشد سياسي ويجب أن يقود في المرحلة القادمة يجب أن يضع أي شيء في البرنامج الذي لا يديره تعرف تابل الميلة في ساكن ويجب أن نضع ساكن تعرف التشغيل لا تنجم لا تضع في برنامج ويجب أن نضع التشغيل فهذا يجب أن هناك شيء الذي لا تضع عليها لا تضع هذه الخطابات الخشب ويجب أن نضع لكم صراحة المواطنين الجزائري سيبون ذاقة ذرعا من هذه الوعود الكاذبة الكثير من المترشيحين الذين انتخبوا على مستوى المحلي في البلديات المجالس الشعبية البلدية والولائية وأيضا البرلمانيون التشريعية نشوفهم بالذي يمدوا خطابات جميلة جدا وأيضا حتى هذه الولاية والبلدية يقلبها لك جنة ولكن مباشرة القتلك بعد ما يدي هذه الأصوات لا يستطيع أن يقول اليوم اليوم أيضا على المواطن الجزائري أنه لا يجب أن يجب أن يجب أن الكراسي الشاغرة لأنه في الانتخابات السابقة عانينا من مشكلة تزوير هي سيا عمار هذه النقطة دائما نتناولها لأنه تباليرها مهمين لأنه لا يجب أن نجمش لفصل النقطة على النقطة فيما يخص الحاملات الانتخابية والوعود كما قلت لك سيا عمار لأن الناس لا يجمش يعرفون لأنه تبقى عند المسؤول في حداته نعم ولكن بالنسبة المير أو الوعود إذا قال كلمة ستطبق وكايد من أيضا الذي يتبع سياسة بمهنية تفضل هي نورمان في الرؤساء القوائم بسفة عامة أو القائمة بسفة عامة يجب أن يخدمون كما نقول يجب أن يحملها أو في البرنامج أو لا يجب أن كما قلت لك نعاود لا يجب أن يجب أي شيء هذا يجب أن يجب أن هذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن في البرنامج لا يجب أن يجب أن يجب أن كما أن يجب أن يكن المحاول أنا لا يقضKK عندما تدخل في المساول المحلي أو это م خHope ونختrogen بلدية المواطنة الب兩 pirate يحتاجupp رئيس بلدية خطوة تضع برأي وليس بالنقة حول وعرف فيما يحدد يستطيع في المنصب يستحول إلى يستحويل حتى أصاب أصبط هذا هو أسفل قبل أن الناس يقولوا يتحيروا في هذا الشيء نحن نأمل إن شاء الله دائما وميصاج والله العظيم باش واحد كي يقدم لازم يكون في المستوى خطوة جميلة جدا أيضا قام بها رئيس الجمهورية سيد أبن مجيد تبون وذلك بانخراط الشباب في العمل السياسي وذلك من خلال تشجيحهم إعطاهم طبعا إعانات مالية من أجل تنشيط الحملة الانتخابية هذا الشيء جميل جدا طبعا سيدرقاوي الكثير يتسألوا طبعا عن كيفية تنظيم هذا المال كيف يعطى لشباب كيف يمكن طبعا الشباب هذا ماذا سيقدم لأساحة السياسية قبل الخوض في هذا الموضوع سوف نرى هذا الفيتيغ أيضا من هذا الزميلة حسب أرقام من قسم الأخبار ونتابعوا طبعا مشاهدينا في مشروع رصد 33 مادة لتأطير عمليات تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والمترشحين الأحرار يرسم القانون العضوي الجديد للانتخابات لقطيعة مع تدخل المال الفاسد في توجيه أصوات الجزائريين مثل ما يضع حدا لممارسات الشكارة في تمويل الحملة مسودة القانون التي حصلت قاناة الحياة الجزائرية على نسخة منها ينص على تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية لفئة الشباب بحدود نصف مع استحداث لجنة لمراقبة لتمويل حسابات الحملات الانتخابية على أن يدعى المترشحون والأحزاب حسابات حملتهم في آجال لا تتجاوز الشهرين من إعلان النتائج الانتخابية ذات المشروع يمنع الأطراف الناشطة للحملات الانتخابية من تقديم حسابات بالعجز أو الخسارة في المقابل لا تنص نفس المسودة بتوجيه فائض الحسابات للخزينة العمومية المشروع المقترح من لجنة العرابة يضع ضواب تصارم في تحديد آلية تمويل الأحزاب لحاملاتها الانتخابية عبر خمسة وعشرين مادة بحصرها عند اشتراكات العضاء والهبات ومساعدة الدولة دون غيرها مع تحديد المبلغ الأقصى للهبات لكل مترشح مع تحيين المبلغ كل ثلاث سنوات المتصدرون للقوائم الانتخابية ملزمون وفق مشروع القانون الجديد بالكشف عن الواهبين ومبالغ الهبات أمام لجنة مراقبة التمويل مع إجبارية دفع الهبات التي تتجاوز الألف دينار عبر السكوك أو التحويل الإلكتروني وستكون الأحزاب السياسية وكذل أحرار من الذين تمولوا حملاتهم الانتخابية بالهبات مجبرون على تعيين أمينا ماليا مهتمد وفق شروط صارمة على أن تخضع الحسابة البنكية للمترشحين للمراقبة المباشرة لبنك الجزائر شاهدنا الكرام كما كنا نتابع طبعا سيادرقاوي عبد القادر ناشط سياسي مرحبا بك مرحبا جديد نعم كما كنا نشوف طبعا في هذا التقرير طبعا مشروع ومسودة قانون تنظيم الانتخابات رصل 33 مادة لتأطير عملية تمويل لحملة الانتخابية وأيضا 25 مادة بخصوص هذه الضوابط الصارمة لمنع السياسة تشكارة في الحملات الانتخابية وتمويلها تعليقك على القضية إذا كان أمكان هذه نقطة مهمة خاصة نحن ديجا كشباب ونشاطاء سياسيين وكمخارطين تاني في العمل السياسي والانتخابي في المساوة كل إقليم بمختلف الأشكال نعامهم هذا النقطة بزاف لأن صحاب المال فاسد رامي أطروا تأثير كبير قلت لك فاتول دخلوا فيه أحد الأمور اللي صعي بالزير نعم ولكن الشيء المهم اليوم طبعا من خلال هذا التقرير سي درقاوي أنه 50% يعني إعانى للشباب كثير من الجزائريين وحتى الأحزاب السياسية كانوا يتساءلوا في كيفية عمل تنظيم هذا القضية يعني كيف شرحة تمنح الأموال لهؤلاء المترشيحين نعم اليوم فيه 33 مادة تبين عملية منحاته القروض تفضل هي في هذا الشيء يعني دعم يعانى يعانى في الحملة الانتخابية بسكو تاني دائما قلت لك الميدان غادي بيين لك كي تقول الحملة الانتخابية يمولوها دائما يتمعوه كما قلو اللي غادي يدعموه يتمعوه دائما رئيس جمهوريات دائما اللي غادي يكون على يقود الإقليم سواء يكون في البلد المحلي على مسؤول المحلي ولا الوطني ولا الولائي لا بيوي يكون ليبر يكون أعلاز يخدم أعلاز ما كاش يجي واحد قلت لك حملة ولا عاونتك ولا تخدم انت بالسواسية دائما بالسواسية هما باش تكون هذا الأمور على كامل نعم ما أعيبه طبعا على هذا المسودة وعلى لجنة العربة عفوا هو قاعدة أربعة بالمئة والتي لا تساعد الكثير من الأحزاب الصغيرة يعني أكيد الأحزاب الصغيرة راح تلجأ اليوم إلى التوقعات في حال ما إذا لم يتم حذف طبعا هذه المسودة لأنه الحقيقة هذا المسودة يعني تقدر أنه في مواد تحذف تقدر أنه مواد تضاف فضل هي هنا دور الأحزاب السياسية لازم يعطعهم رئيس جمهوريدي شاركهم في هذا التعديل وطمع تكمو لازم هما يعبروا على النقاط اللي رهم يجينوهم في الآداء تحمر الانتخابي نحن مدى بينا تكون تكافؤ الفورص نعم راح نوصله طبعا في هذا الموضوع ذي فيها الكريم يقولون في غرفة الإخراج أنه فاصل إعلاني ونعود نوليه يلا مشاهدين الكرام فاصل ونواصل لا تذهب بعيدا بكم تحية طيبة لجميع مشاهدنا الفاضل وهنا بكم إلى عدد جديد متجدد من برنامجكم طبعا على المباشر مع عظيفي إلا لحضر معنا طبعا الأستاذ درقوي عبدالقادر ناشد سياسي قادم من وليت وهران مرحبا بك سيدي سلمك نعم يلا لعود نولي وإلى مشكلة مهمة وجوهرية جدا من خلال نقاشنا طبعا في البرنامج وخاصة بلدية أرزيو التي تبعد حوالي 40 إلى 45 كيلو متر على ولاية وهران تعاني عديد المشاكل على غرار باقي البلديات وأيضا الولايات المنتدبة أهم المشاكل التي تعاني من هذه البلدية فضل بلدية أرزيو فيما يخص المشاكل التاقيلة نعدها بلي مشاكل تاقيلة كان مشكلان عندك المشكل الأول وهو دائما ملف تاقيل ملف الساكن وكاين ملف تشغيل هذا هو زوج ملفات قبراء على مساوى البلدية وعلى مساوى ترجمة تقول عالميا يشتاكل من هذا زوج ملفات تاقيلة نعم خاصة المشكل للسكن الذي يؤرق المواطن الجزائري على مستوى التراب الوطني ولكن الحقيقة مبالغ خيالية رصدت لهذا القطاع قطاع طبعا السكن وأتهيئة العمرانية ولكن للأسف ما زلنا في الحضيض ما زلنا نشوفه العديد من المواطنين يعني يسكنوا في بيوت قزديرية بيوت هشة وكأننا في وقت الاستعمار كيف يمكن القضاء اليوم على هذا المشكل على البنايات الهشة على البيوت القزديرية هي لازم تكون برامج مسطرة من طرف الأول المسؤولين ويكون تاني كما قال لك المواطنين اللي يكونوا ساكنين في الإقليم وهما اللي يستافدوا بالبرنامج والمشكلة اللي يتعاني في ورزيو والبلديات أخرى تلقى الناس الغرابة اللي يجوا بزاف وهما اللي يتدخلوه ويديرو يساعمل فوضى ويباش يدير ساكن هذا هو في الهو أصبحت سياسة للحصول على سكن لائق هو اللي ينجر بركة هي شوف ولد بلاد ميهمش من يكون كما نقول وحنا قاع الجزائر دائما واحدة وراي أمنا واحدة ميكي جي في الأولويات وفي الإقليم دائما يكون الأولويات في الساكن وفي التشغيل لأولاد المنطقة دائما هذه وأي مسؤول يخدم بالأولويات لو كما تقوم بالأولويات تدخل في حاجة أخرى لكن تشجع يقولوا يجو عندك تكبر الأمور على حد دائما نزو حريفي حابت تقول لا نزو حريفي ما يقولوا يجو يقولوا يجي عندك يدي فوضاوي باش يديسكن يقولوا قاع الناس كامل يجي عندك نعم وهل في فوضاوي في بلدية ترزيو في فوضاوي رأى فوضاوي بلاسك عاريم ورأى كأن الدولة تستطر سلطات المحلية زي رئيس دائرة والولاد يجو دائما الفوضاوي هذا رأى بانوار يرى كيف يخرجوا من هذا النافق المظلم الفوضاوي ومشالله تكونوا حولوا الصاريما ومشالله نعم بالنسبة لرؤساء البلدية الذين تعاقبوا على بلدية أرزيو ماذا قدموا للمواطن الوهراني لا نقول رئيس البلدية ماذا burgers رؤساء البلدية كل واحد هو شيء ليس الرئيس bölدية الحالي وإنما جاء البلدية يعني رؤساء البلدية كان من اللي تعاقب على الار Organized هل الحلو مشاكل اللي كان يعانوا منها هاي المواطنين هي كل رئيس بلدية والمواطنين شهدوا لها بالخدمات كل واحد هو شيء بعض دائما كل واحد رئيس بلدية هو شيء قدم لهذيك لن نجموش أن رئيس بلدية ما دروا والو دائماً ميديلوالو. سنجد رئيس بلدية يخدم الملفات التاقيلة. إذا لم تكن تعمل في البلدية، لا تستطيع العهدات. ممكن أن تكون ملفات الثقيلة؟ الملفات التاقيلة أنا أتبع عليها بزاف التسيير. لكن المسؤول هو رئيس بلدية على العهدات التي أتبعنها لن يتبع عليها هذه الملفات التي قلت لك عليها تشغيل تنمية المحلية على مساول محلي لكن لا يوجد ميزانية كافية بالنسبة لأرزيو أو مختلف البلديات لا يوجد ميزانية كافية التي قلت أن الرئيس البلدية يستطيع ببناء مساكن هناك بلدية أرزيو لا يوجد تركيا أردوغان كان رئيس بلدية لا يوجد أن الرئيس بلدية لكن يجعل خبرة ينسبة لأرزيو الميزانية بلدية تسمح لأن الرئيس بلدية يجعل سائل يبني لكن الرئيس بلدية ينبني يمكن أن يفرض رئيس بلدية يجب أن يكون رئيس بلدية في المادة البعيد. لا يوجد أجهزة في الساكن واشتعطيه الولاية. يجب أن يكون رئيس بلدية يدير اجتهاد كبير. خاصة في الجمهورية الجديدة. رئيس الجمهورية فتح المجال. رئيس بلدية عندك مبلعين عليك أو لا تعرف كيف تخدمه. تنجم وتتصرح بالليغة الفوالة. لكن لا تدعي العاتق على المسؤولية على المواطنين. لأن دائما القونتان يتمرك عليك وكل ثانية تفوت بوقتها. وكيف تكون رئيس بلدية وكيف تدير ملفات تقيلة تعالجهم. وتبين للمواطن. كل شيء يتبين له. المواطن يختنع بك ويشوف حابسة. المسؤول يتخل حابسة فيه. هو ثاني يراجع روحه. ويسد تطلح تفرع. جميل. وانت هنا تشير إلى نقطة مهمة وهي المشاريع القطاعية. المشاريع القطاعية الخارجة عن الميزانية. لماذا؟ لأنه تتكلمتها. قلت لي لما يقوم بعملية اجتهاد هذا الرئيس المجلس شعبي بلدي ويخبط الطابلة على الوالي. أكيد رح تكون هناك مشاريع أخرى. لا نقول لهم يخبط الطابلة. نعم يخبط الطابلة. لماذا؟ لأنه ليس يخبط الطابلة يعني قلية أدب وإنما يخبط الطابلة برفع انشغالات المواطنين. أنا دائما تعبير مجازية ونستعملوش كنكونوا. لا تتعاملوش كنكون في المجازية ونستعملوش. ينعملون بشكل مناسب، ينعبون بشكل مواطنين. ينعملون بشكل مدد. ينعملون بشكل مواطنين. المشكل دائما في البلدية المشكل في المجلس الشعبي البلدي هؤلاء الأعضاء هل يستطيع أن يكون هناك مبادرات وإرادة قوية لتقديم مشاريع ومخطط دائما شونا ذو نعم رئيس البلدية ويستطيع أنه مختلف أليس شواهر دائماً نحن قلت لك في العمل الانتخابي نحن قائم بازو، قائم الناس تبازين كمسؤولين أو الأخرى على رئيس البلدية أو على رئيس الدائرة وما كان الرئيس يبازو، لماذا؟ الرئيس يجب أن يدير نظام تشاركي 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 يستدير كان الرؤساء البلدية يجب أن نقول لأخرى ما يبغي يخدم كل شيء واحده، كل شيء يديره هو ما يبغيش يشارك معه الأعضاء، فهمتني دونك هنا شيء يدير، نعم وراك هذا القانون يكفي على أنه يكون فيه مشاركة للعضاء هي الأعضاء، هي بسكوا لا شارج على البلدية بزاف بسكوا رئيس بلدية، مشي هو الرئيس زعمه رئيس بلدية ممثل المجلس، ولكن قاع رؤاسة نعموا يخدمون بسكوا انتك يتروح حملة انتخابية وتروح تتعظر مع الشعب، القائمة كمبلية ستخرج وراء تقول لنديرونا عملو وكده وكده لازم قاعك التانيك يدخل، عمل مشترك هي شوف العاود نوليلك الانفيرات بالقرار اللي مشي منها نعم وأيضا مشكلة أخرى أيضا يوجهها طبعا ليكون رؤساء القوائم اللي روحه طبعا رئيس بلدية المشكلة اللي يواجهه لما ما يمشيش فيه طريق أحد من هؤلاء الأعضاء المجلس راح تكون فيه هناك عراقين دائما يكون غالق ويكون هناك انسداد داخل المجلس وما يمضيوش مثلا على الميزانية في غالبية الأحيان مع أيضا المجلس البلدي هذا يدير مشاكل الرئيس البلدية لا يجعله يخدم يا باسكو كي تعالجها تعالجها نقطة بنقطة لازم رئيس بلدية دائما يدخل قلت لك أن يخدم بالتشاركية تدير كين ديس وانتا تكلف طنكو رئيس بلدية ما يمنحش باش تكلف أعضاء لي معاه كل واحد تعطيه قيطاع هو يولي مسؤول عليه هذا هو قيطاع هو سني فيه هو يتحمل مسؤولية وما يصرى غضوة بالإيجاب ولا بالسلب هو لي رأي مكلف بدقي طاع بصلا رئيس بلدية من الرؤساء البلدية اللي رأي متواجدين على مسؤول وطني كان اللي عنده ديك حب تعل السلطة ولا حب يبغي غيه هو ليكون نعم وكان نقطة أخرى سيدي الكريم وهذا من مطلق الواقع اللي رانا آيشينو طبعا خاصة نائب رئيس البلدية دائما يحاول مشي كاملة ولكن غالبيتهم يحاولون تسويق صورة سودوية عن رئيس البلدية خاصة في السنتين الأخيرتين يعني في انقضاء عهدة رئيس البلدية يقول لي هو ينشط ماذا هو يطمح إلى منصب رئيس البلدية هيا هذا الأعمال هيا كائنا هيا موجودة هيا شوف سي عمر هذا الأعمال دائما نقول لك نروحه ونقول له للشخص كيفاش داير نعم انتك يدخل كعضو وعندك مهمة عندك مهمة بس تقوم بها لذي هي لازم تخدم الشعب تاعك على مساوى الإقليم تكون مسؤول عليه هذا هو تكمل عهدتك تطبق العهدتك تكملها سيبو ونروح لحاجة أخرى هذا هو تبغي انتك عضو نائب تترى الشحراء عندك المجال وكما قال له التيناء هو اللي يحضر نعم ولكن لديها مشكلة هي كين تضارب نفر الجزاء لازم واحد يطلع فوق واحد باش يقولوا بله هيا أخبر هي تضارب تضارب المصالح تضارب وهذا السراع هو كين ديزولي في بعض البلاديات نشوفه نتبعوا الأحداث نتبعوا براسك يعرق التنمية على جهة مصلحة مصلحة شخصية مصلحة ضيقة يبروكي بيجي تعمل ساكين ذلك المواطنين الذين يحتاجون للتنمية بسبب سراعات تبقى هنا الحكمة عند رئيس بلدينا تعمل سراعات سراعات داخلية سراعات داخلية وفي غالبية الحياة أيضا تكون هذه السراعات سببها أشخاص ذوي النفوذ وذوي المال في تطبيق المشاريع نعم أشهر ثم دائما هذا سراعات داخلية يجب أن يدخل ويجب أن يدخل يدخلون لقد قلت لك داخلوا في التوابط خرجوا على المألوف أو خرجوا وفي حاجة أخرى ملك المسؤول الذي يشريه السيد بودراه ما أسمحني هذا هذا مشكلة مشكلة ونحن لدينا في الجمهورية اللي جاء والله العظيمة لدينا ولكن لدينا هذه مهمة والشعب المتنوع، والشيوخة، والمؤوزين، والفقارة، ماذا بينا هذا المسائل يكون فيه خوف ربي؟ لا يمكن أن يخدم شيئاً. قائلاً مكاشقاد يأتي بأمور سنتاج لغدوة كي يخرج من العهد الانتخابية يجب الناس الذين يترحب بها وتجمع معها. المشكل المشكل، وصلوا إلى رؤسة بلدية في عهدات فاتوا وين كي يخرج يرحل قائب للبلاد. لأنه يحبك لديك للشيف، لأنه يدخل الانتخاب ويبعدك على الناس ويدخل في أمور أخرى، غير ما يخلش نتاخب. ما يخلش ترشح، أذهبت أصلاً. لماذا يحبوا؟ لماذا تغيير المكان؟ لأنه لم يقدموا الشيء الذي كان؟ لأن المواطن لا يرحمك. نعطيها لك بالتفسير، المواطن لا يرحمك. المواطن يرى، 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 ومشكلها، ترى أصلاً كبيرا، إنسان كبيرا، يأخذ إلى رئيس بلدية شماليا، يأخذ إلى مؤسس والمكس في المحلمن، يقضروا هذا الموقف. لأنه ليس شيء شاباً يدوروه أو يشروه، هذا إنسان كبيرا، يإنسان كبيرا، لا يتباع، إن نصل إلى أصلاً كبيرا في بعض البلدية ومساكين مواطنين، يأخذ إلى المسؤولين، هو شكو منهم، ليس شكو مننا، فهو تنوكي وصل ليشكي منا. عندها الاناليز. نقوله واحد كبيري. اناليزي. ولكن المشكلة الرؤساء البلدية ولهؤلاء المنتخبين عدم صراحة. ما يصارحوش المواطن. ما يصارحوش الشعب وشكاين. لماذا رئيس البلدية ما تكون عنده الجراء ويواجه الشعب دياله. باعتباره انه رئيس جمهورية هذه البلدية. ها؟ هاته نقطة من. قال يا ودي الميزانية ضعيفة جدا. ما نقدرش ندلكم سكن. ما نقدرش ندلكم هاي لك الميزانية. ما نقدرون بها؟ نعاود نولي لك. لماذا لا نصارحوش بعضان احنا. المشكلة لدينا دائما صراحة. ما عندنا مصراحة. لا ننسى. نعاود نولي لك. كيف النقطة اللي قلتها لي. تع صراحة. رئيس بلدية. رئيس بلدية. لو كان جاي. لازم رئيس بلدية. لازم يكون رئيس بلدية. لازم يكون مميز. يدير حاجة لي يخرج. يخدم. كان يخدمة لي. يأت واجت. إنك رئيس بلدية الذي يكون الجيدين لي. لا يحمل القطعة لدها. الليبيان كان لا يعجب بها فقط. لا يتعرفوهم. لا يتمون الرقمانه. لا يستنسى سكانته. لا يعمل ما كنتما يعرف بها. انها كان دي بيان في بعض البلدية. لا نسمي. ما نقول. وانها مجردهم. ثم تفعلهم دي بيان. وانه ندية باطل. من هناك بيان. من هناك فقط. كان فيناك بيان؟ نتبه و أعراد إسرائيل الفترة و أعراد إصالة الألغة فهذا السوق يزالي فهذه لم يأتي هنا عن المشكلة أنه هناك مشكلة من تسير ليس خيال إجتهاد يجب أن يكون الإجتهاد والإجتهاد هو تسير لأن الإجتهاد لا تسير لكن لا يوجد إنه هناك بلديات يجب أن يكون إلى رئيس بلديات أن يكون أيضاً يجب أن يكون عادة سؤال آخر سيدرقاوي يتبادر الكثير من الجزائرين الذين يتبعون فينا. يقول لك لماذا المير الذي يأتي؟ الخدمة الأولى التي يدرها هي لصيني. يتعاود الخدمة المير السابق يحفر و يتعاود يخذبها. لماذا لم يكن؟ هناك المنوات التي تضرب فيها في هذا الثاني. كما تضربت استمرار المنتظمات بالإعادة أقرأ من الميت. لخدمة مسل العملات. يخلقك على الميت. هناك مشاريع الأولى لأنهم يؤديم مجتمع موسيقى أنهم يتاكدون. يجب أن يكون العملات تقنية قمية أمام الأولى يتقنية. لأنه يدير الميت. لذلك يتم تقنية القمية مهما أمام الأولى بأنهم يتمع تعالون. إنهم يتعادون الميت بعد أن يكون العملات تغير الأولى الأولى، ومع المجدد من الوصول على الوصول على الوصول على المشاركة. نعم، يقول أنه كانت تهرب من أجل المسؤولية. وكانت أيضاً رئيس بلدية سيد هاجرس نائب في المسيلة. قال لك بلد أن يدعون جودرانز، تنسفيت الطرقات، ويدعون البالوعات. ولكن البالوعات هذه ليست موجودة إلى الماء. أعني تنبرك. هذه أيضاً سريقة صراحة. هي يجب أن يكون رئيس بلدية يجب أن يعمل المكانة بلدية. أيضاً ما سيكون نعمل ماركوهما. لوقتها يoplanت بالعمل للغاية. وسأترككم أن ندرا怎樣.. إن رئيس النتيجرس يجب أن يكون في المُستوى. إنما يكون في المعنى جيد السابعة لا تحتوي رئيس نائبت. ولم ي щобpokokopo، Nós للمنت 있으면 الكلام من المشاركات. ان Solidux enough, سألشغل في رئيس بلدية في حول الله midwest يدgerداده يقوم رئيس الدائرة والمشارة يجي Docker نبغي هذا الشيء يا سيد يا سيد يا سيد سيد القوي رك عايش في جزائر ياك سيد القوي لما تكلمني أنت لرئيس بلدية ويقول لي دشان هذاك باش لي يعطاء صورة بأنه فيه متابعة وفيه ملاحظة انت تشوف وزير ها حجم وزير مش يرأي لما تكون وزير برئيس بلدية وزير وتلقى هم يسيبغونه الدرج ويسيبغونه ترطوارات ويجوزها عادي جدا رئيس جمهورية درحد لهذا الشيء ولكن للأسف هذا الفولكلور لا يزال متواصل وانا نقول لهم شوف زعما رسالة سي عمر والله العادم دائما مدوا رسائل بسخو بلادنا خافوا عليها والله نخافوا عليها سيخدوك التحقيق هذه شوف سيد القوي لما تقول لي أنت المراقبة ما المراقبة المراقبة أمام المال مولادش تكزيستي لما تلقى أنت يا عامل لك تقول لي أنت يراقب ما حال يخلص؟ تلقى يخلص التملايين أو لا 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 الانجينيور هداك ويقول لهم كل شيء يقبل أو لا؟ أكيد سيقبل إذن هنا أيضا إعادة النظر في هؤلاء أيضا في هذه اللجنة على المراقبة نعطي لها حقها لكي لا تطمع لكي أحد يخبرهم أو لا لا يخبرهم شيء أنا لا أكتب عليك أخبرني نقطة رئيس الجمهورية التي يدر فيها لكي يحل المجالس قل لي الله هناك رؤساء البلديات التي لا يجب أن يعمل حتى في المصلحة لها لا يدرش لا يدرش لا يجب أن يراقب أجل لا يدرش إليهم وأنا كنت أعطي لديهم كل واحد فيها دنما رأيت الشعب لكي أعطيت يدي أخبر العمريات ويقوم حتى في رمضان أعطي إلى المسارة مثل أن الرئيس بلدية أو المسير في مدينة الإقليم لا يوجد تنسيق بالمعلام لم يرى المسارة لها إلى المسارة لا يقع لن يخرج جدا في العراقبة في البيرو ونستخدم. أنا أذهب ونرى سؤال حيث. تأتي رئيس بلدية نخرج الوصف تيكنيك نخرج ليزيولي معي ونضع وفد. تعطي قيمة تأتي قيمة للبلاسة التي قاعدة بها. نعم نعبد الوليو إلى نقطة مهمة واجهة أيضا سيدي الكريم بخصوص التسيير. كثير من رؤساء البلديات التي نجحوها في العوا. ولو أن الميزانية ضعيفة شوية ولكن نجحو من خلال التسيير من خلال المشاريع. تذهب إلى المواطن ونرى أراضي في مددية. تأتي بلديات بلديات غانية جدا. مشاريع ترصد لها مشروع الواحد يعني بزجملائر. ولكن عندما تذهب إلى الأرض الواقع لا تلقى بزجملائر. عندما يقول رئيس البلدية بلدينا في هذه المنطقة بزجملائر يقولون أن يزدياتي نقر مئة مليون لكي نخدمها لزجملائر. لماذا هذا التحايل؟ ترى هذا التحيير دائما. هي نورمامو رئيس بلدينا يكون حاكيم في التسيير. كان هناك مواطنين ينجم لا تلقى بزجملائر. لذا كانت هناك أرماضي من العمال في البلدية يجب أن يكون هاكيم في الوصف ما يتعلق بزجملائر وليس يجب أن يتعلمهم. لذا كان لديك كفاءة لديك أرماضي من العمال وليس يجب أن يتعلم بزجملائر. أعد نرى أن ينقصوا منها لكي ترقى روحها. لماذا هذا الرئيس البلدية أعطاك المشاريع القطاعية أعطاك هذا المشروع بزج ملاير؟ لماذا لا تحاول أن تسيروا بذكاء؟ قالوا نشاريه ماشينا نشاريه ونشاهدوا مليار كامل هذا. ومليار ندره في مشروع آخر. قلت لك الحكمة في التسيير. هذا ما نفتقده صراحة سيدية الكريم. لا أعطاك. رئيس البلدية لا يمتلك رئيس البلدية يجب أن يكونوا فائقين مع رواحهم. يجب أن يكونوا رئيس البلدية يفرح بالمنصب يفرح بالسيارة يفرح بالسيارة لا يدرس هذا الشيء يقوم عاد يعيش فيه. يكمل و يفوت خمس سنين. والشعب هذا المسكين لا يجب أن يدخل من هذه السنية و يجب أن يرسمه يجب أن يجب أن يكون المسؤول و ينسى كل شيء يبدأ يعمل و يبدأ يعمل و يبدأ يعمل والمسؤولية تكريف و ليست تشريف. أيضا نقطة أثرتها من خلال برامج السابقة مع ضيوفي اللي كانوا حظروا معي في هذا البرنامج لماذا ما فيش تشاور بين رؤساء البلديات الذين تعاقدوا على تلك البلدية مثلا أنت كنت رئيس بلدية أرزيو و جئت نظرك اليوم و أخبرت رئيس بلدية أرزيو لماذا منعيت لك؟ قال السيد الرقاوي يرواح ما أحببك نشربه قهوة كيف كيف يا أخوة كنت خدمت في هذه البلدية و ماهو العراقية و ماهو الحوائجة سهلين نستفاد من الخبرات لماذا ما فيش تنسيق؟ ما فيش تنسيق بسكور بسكور لا لا كان تنسيق لأن تشارك و لم يريد أن تشارك وأن يعمل تنسيق لا يستطيع إلى أبدا لما ي partition و يأتي لأنك تكن بحيث إنسان يتجل و يأتي كان ما يطلق و يجب أن تنسيق و يلقى صفاء هذا هو لا تتعمل و تقوم عندما تتدرك في الخدمة فئة أن يجب أن على ذلك يجب أن يتمون فرصة فأس الفيديو يتكلم يذسكي عندك عطلة تخرج عطلة كله عطلة ما يخرج يخاف باللي يجي موراه باش يشوف شه رحمد يور كي بغيت رئيسة بالنسبة لرؤسة البلدية الذين يتلاعبون ببعض الوثاق يتلاعبون ايضا ببعض المشاريع المهمة جدا في ذيك الولاية هذا واقع هذا واقع نعيش فيه بيانسير هذا واقع واقع مر وهذا واقع نعيش فيه كيف رؤسة بلديات لي قلت لك ما ينجمش حتى يروح يخرج غيباش يخرج يخاف نعم ايضا فيه تواطئ من طرف بعض المواطنين انا دايما نقولها بصراحة وبصريح العبارة فيه تواطئ ايضا من طرف بعض المواطنين في عدم تبليغ عن الفساد هي المواطنين شوف مواطنين كما نقوله مينتلامش المواطن بسك يروح يولو المسؤول المواطن يجب أن يستجيب على المسؤول أن يستجيب لهذا الانشغال المواطن وشكوى المواطنين فهذا الانشغال المتحدث عن أن يستجيب أن يستجيب المجتمع المدني ورؤسة الأحياء ولكن مؤسس الأحياء يرون قرارة فالفيدو لأخذ التنمية المحلية ولكن هناك التعليمات في بعض العام الجمهورية التي لم يتبقوا في هذه القارة الرئيس الجمهورية طبعا هو اللي قال هذا الشيء قال باللي بعض الولات ممش يخدموا خدمتهم كما يلزم حتى انه انتقد هاد الحكومة قبل ذهبه الى المانيا قال لك هاد الحكومة فيها وعليها اذا يجب انه كما قلت انتا اذا اردنا التغيير انه التغيير يكون جذري تغيير يكون من المواطن البسيط الى اعلى هرم في السلطة باش ينحقوا الجزائر الجديدة الجزائر الجديدة ما تقدش جيبينه للتنوضحها تعليق تفضل الجزائر الجديدة لازم نقلعه الانو دائما المسئول هو بس و المسئول عنده واحد الدائكشول لي ما يكون شايفه وقع كيدخل يحسب روحه و هي ما تحسبش روحه كده في وقت الديار لازم يضمير انا ويدي ضمير نحنو يحضر بالجماعة ويدي قيم قاع الناس عندك الشرائح قاع شرائح في البلدية تاعك نعم تعمل معهم قاع تواصل معهم والفايدة ديرها مش يزا ما لازم انتا رايك ولا الطوفان مورك نعم نعم رئيس الجمهورية تحدث عن مناطق الظل وايضا خصص مبالغ مالية معتبرة لهذه المناطق واعطاء مشاريع لفك العزلة على الدشور على القرى الى ما غير ذلك ايضا الجزائر الوسط انا نقول بلي منطقة الظل لما تبدو كمثلا شارع ديدوش مراد يعني تلقاها كارثة صراحة وكأنك لست في العاصمة فما بالك انتا يا لما تروح لي يعني في وهران ولا في عين تبشونت ولا في غلزان ولا في هي دائما محالة لبعيدة على وساحب العلاق المناطق الظل دائما كاينة وما تروح كاينة ما في مدن كبرى وضخمة وفيها مناطق الظل ما تبانش طرق مهترئة عندك اتقافيها ميكين اولاوية دروك يشغل لازم مناطق الظل يعطوهم اولاوية كبيرة خاصة في فصل الشيتاء البارد وراك تشوف الرئيس الجمهورية راه يوصي على الشيتاء باللي يقبلنا القليل ولكن كثير من التعليمات التي لم تطبق بالنسبة لي مناطق الظل مناطق الظل كاين وبعض الولايات كما كانت كما ما زالها في عهد الاستعمار كما راه يدروك لم يحركوا ساكنا الوالي الذي يأتي هو الرئيس البلدية الذي يأتي هاتك يدير في جيبه لم يهموش المواطن اذا كان انا نحيل صراحة ان اتأسف هذا الشيء اني رحت المنطقة هنا فقط يعني شفت يرفض الماء حشك فوق الحمار يعني كارثة ما زلنا في 2021 ما زلت ترفض ذلك الجيليكا شيء موسيف جدا هي شوف لازم تكاتف لازم تكاتف وقال لك الاتحاد بس هو رائج جمهورية وحدهم يدير الوالي سألا ما نأخذ مش بلادنا رائج جمهورية رائحة يقول لهم مراتك تضل مراتك تضل لازم مسؤول يكون عندها إنسانية ستشوف باللي المواطن الباسط راح قدامك مهبون تنجم دله مشاريع مباشرة وتأكتيفي فيها وتخدمها له في إطارها ورائج جمهورية يساعدك انا بريح يقول لك عند المسؤول يحبس لك ولا كين طرق نعم بالنسبة لي حتى المواطن دائما يتكلموا بصراحة وحرية مسؤولية في هذا البرنامج يقول لك طبعا الاختلاسات والأموال اللي داوها جماعة اللي راهي في الحبسة اللي اسموها بالعصابة يقول لك هذا دراهم الداوهم والأموال هذه الطائلة اللي داوها ما عليها شي سيدي كانوا مسؤولين ويسرقوا شوية ولكن يمدوا شوية للشعب دائما الشعب تلقى يخمم هكذا لماذا لأنه حتى قاضي التحقيق حتى القوضات الآن لما يقرؤوا نظرا لهؤل الأرقام خيالية جدا كما يقول لك برنا نقدروا البناء الجزائل عدو زيامي طاج في المقابر نلقى وما زالوا السيد يرفض في الماء لكتافه هذا المنظر هذا المنظر ليس جدا ذات ممونة لكنك واحد تجعل انت مسؤول كن مسؤولين جافين مرى ي resting إجرد إجرااش findings ما يخبرون المواطن عن المواطني في المواطن تحب التقوني المدرسة النائية تراحقicht 3 أو 4 أنت أول이식 مع استعداء ليستظ legislation هل المسؤول يرضى أن يتركب في تركتور ملور؟ يركب في الكاميور كاتسان كاتبواشي كما يقولون لها تاني ملور؟ مشكل جداً دائماً حضرون قروب المسؤول يجب أن يعيش المسؤوليتها يجب أن يعيش الناس اللي عندها ويعرفهم ويعسيرهم كلمة أخيرة طبعاً سيادرقاوي عبد القادر ناشط سياسي من مدينة وهران بالضبط بأرزيو تفضل كلمة أخيرة للمواطن الأرزيوي وأيضاً للمسؤولين الذين يتبعون فينا المواطنين على مستوى كامل الوطني والله العزاز علينا والمواطن باسكو المنتخب لأنه المنتخب يحس المواطن يعرف قيمة المواطن والله أرى محبة على المواطنين كما عشتها وما تبيحها وما تبدلها بحتاج حاجر الناس يبهوك تعيش غاية تكون غاية تركت غاية والله للدنيا وما فيها نوصل للمسؤولين باش يكسبوا حب تا الناس لأن حب الشعب وخاصة الإقليم تاعك ولوين تكون ساكن هذا هو الثامن تاعك الفعلي الثامن الفعلي ليس حاجة أخرى وتنصحهم بالصراحة وعدم الكذب عن المواطن ونقوله ثاني في اللاغي واحد النقطة بيتندرجها سيا عمر وسمح لي فيما يخص بلدية أرزيو نقطتين لدينا نقطتين حي مصطفى بن بولعيد حي مصطفى بن بولعيد حي مصطفى بن بولعيد مختصر في عمارات مهترئة جدا مهترئة في خمس عمارات سلطات المشكورة على ترميم ترميم مجمل على مساوى كامل الحي وعلى سلطات المشكورة على تهيئة الخارجية وكما يحدث في حداتهم العمارات يجب أن تدخل سلطات الوطنية منها وزارة الساكن والتهيئة والتجهيز لكي يرى لهم حل لأن هذه العمارات يطيحون حجرة بحجرة لا يجب أن يكون فيهم ترميم نحن راقبنا الولاد المشكورين يتبع عدوسي، سي شيريفي، سي جلاوي، وزارة السياسي الوالي الحالي ثاني يتبع في الميلف، لا يجب أن يزربوا ولكن المتابعة الملف يجب أن تطميقها لأقرب الواقع يجب أن يكون هناك فرصة لكسعومة يتبعون مشكورين ونقطة بمبول عيد لازم يعطوهم التفات والميلف يتابع ومن نطعنا في السلطات، ماذا بينا بشي أكتيفوا؟ والنقطة الثانية باختصار باختصار يغل المخرج يقول المخلص أرزيو معروفة بالشركات المحروقات والنفط وقع كذلك ماذا بينا الشركات الثانية يساهموا؟ ويجيبوا لي بوست دون بالوار إعطاء مناصب شغل لأبناء المنطقة لأن أبناء المنطقة راهم في معاناة ورهم يشتاكوا يقولك حنا نشمو ديك المحروقات ومعنا نشنا خدموه وهذا دان كوتي لازم ما هي منطقة صناعية بامتياز أرزيو أتمنى أن نشاء الله يتوفر مناصب شغل لأبناء المنطقة خاصة مناصب الشغل وخاصة المصطفى شكرا لك سيد القاوي عبد القادر ناشط سياسي من ولاية وهران شكرا جزيلا نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى بارك الله فيك شكرا جزيلا بارك الله فيك وأنت مشهور صحيح شكرا مشاهدين الكرام بهذا وصلنا إلى ختم هذا العدد من برنامجكم على الهواء مباشرة طبعا لمناقشة قانون العضوي للانتخابات أو مسودة القانون وأيضا طرقنا إلى مشكلة التنمية على مستوى مختلف ولايات التراب الوطني ولكن المشكلة دائما اللي يعاني منها المواطن الجزائري هي مشكلة البيروقراطية وعدم الصراحة يجب على المسؤول أن يصارح المواطن بالحقائق وبشفافية من أجل ضمان الشفافية والنزاهة في التعامل خدمكم في إخراج هذا البرنامج الماستر المتعلق طبعا السقلونيس نجلو تحية كبيرة أيضا في الهندسة الصوتية عادل سعادة أو عادل قدو وأيضا خلف الكاميرا طرق كاجي تختمتكم ميكروفونيون عمر بن رقطة أحلى وأمتال لحظات نلتقي غدا شكرا لكم السلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم